زي ما قلت لحضراتكم احنا بقالنا يومين كل اللي مطلوب من جمهور النادي الاهلي خلال هذه الفترة هو الدعم والمسندة من المبارح للنهاردة انا كان نفسي النهاردة تشوفوا وش عالي معلوم العامل ازاي بجد والله سقفة كبيرة جدا 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 لجمهور النادي الاهلي جمهور النادي الاهلي ده اول ما يحس بس كده وده اللي انا كنت براهن عليه والله خلال اليومين ثلاثة اللي فاتوا ده اللي انا كنت براهن عليه انه جمهور النادي الاهلي ده لما يحس جمهور ده لما يحس ان فيه حد من اللي عبته زعلان ومتدايق لأ تعالى يوم الخميس اللي جاي احنا في ظهرك احنا هنلعب معاك هنلعب معاك من المدرجات الالفين وخمسمائة اللي موجودين هيبقوا بمثابة ميتين وخمسين الف ان شاء الله موجودين الالفين وخمسمائة والسبعين تمانين حافظة لو اقول الكلمتين بتوعيدول برضو سبعين تمانين مليون اهلاوي بيتفرجوا في كل انحاء مصر وافريقي على النادي الاهلي وبالتالي انتظروا اللاعبين خلال الفترة اللي جاية اللاعبين دول يحتاجوا دعموا ومساندة حضراتكم امبارع والنهاردة وبكرة وبعده انتو قلتو او احنا خدنا منكو على الحلوة والمرة معاك دلوقتي في بعض على فكرة هو ما حصلش حاجة بالمناسبة ولو لا قدر الله يوم الخميس اللي جاي لا قدر الله حصل اي حاجة ما حصلش حاجة خسرنا بطولة لكن لسه عندنا بطلطين تلاتة كمان في تلات شهر ونص اللي بعد كده ما عنديش اي مشكلة ايه عم اسلام وانت ما بفولش انا بقول لان يوم الخميس فينا تكتين يا فندم ربنا يكرمنا ونكسب ولقدر الله نخسر لازم اقول هذا الكلام امام حضراتكم انا باتكلم بالمنطق بالمناسبة فلازم اقول الكلام ده لحضراتكم انه يوم الخميس اللي جاي ده ما فيش تعادل يتكسب يتخصر لقدر الله لقدر الله ربنا كرمنا وكسبنا هنفرح ونتبسط يوم او معرفش عندنا مطش الحد تقريبا اول اتنين مش كده هتفرح يوم وتاني يوم هتشتغل عندنا الحد طيب مع الجونا في يوم الخميس ربنا كرمنا وكسبنا هتفرح الجمعة لو قدرت تفرح وبعدين السبت هتشتغل عشان الجونة يوم الحد وتنتقل لمباراة اخرى وتنتقل لدوري اخر او لبطولة اخرى لقدر الله اتغلبنا هنعمل ايه ولا حاجة هنوقف مع فريقنا وحنفضل ندفع على فريقنا وبالمناسبة ان شاء الله يوم الجمعة على الهواء مباشرة هكون موجود مع حضراتكم من الساعة تسعة بالليل لغاية لما نشوف هنوصل للساعة كاما ما عنديش مشكلة سواء ربنا كرمنا وكسبنا او لقدر الله حصل اي حاجة انا هكون مع حضراتكم على الهواء مباشرة لان اللعبة دي تستحق مننا وقفة كبيرة جدا اللعبة دي هو علي معلول والله والله انا رحت النادي النهاردة تحديدا عشان اشوف وش علي معلول بس واشوف وش الشناوي وهو مبسوط واشوف وش بجدي افشا وشريف وهما مبسوطين هما مش مبسوطين بالمناسبة هما بس حاسين ان احنا قصرنا بس الجمهور وقف في ظهرنا جمهور الاهلي في ظهره جمهور الاهلي في ظهر النادي الاهلي وفي ظهر لعبة النادي الاهلي كل اللعبين اللي حضراتكم شايفينهم دول انا متأكد اي حد يلعب تشكيل والتاكتك وحنمشي ازاي وحنلعب ازاي والامور حتمشي ازاي وكل حاجة كل ده هنعرفه ان شاء الله يوم الخميس لكن مسنت ودعم جمهور النادي الاهلي هو الاهم في كل شيء خلال هذه الفترة لانه مهم جدا 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 اللي بيحصل لانه النهاردة تحديدا وعلى مدار اليوم ضرب 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 في كل حاجة وحاجات بتطلع مش في وقتها وفرقها على السوشال ميديا وكلام كتير جدا مغلوط ضد النادي الاهلي واخدين بالكم امتى قبل المباراة 48 ساعة اقل من 48 ساعة كمان مباراة اهلي امام زمالك يوم الخميس في نهاية كاس مصر في نهاية موسم اللي فات كلها كلها انا مش بقول حاجة واحدة مش هتكلم فيها انا حنفي ان هناك او حقول ان هناك اخبار وشائعات وموضوعات الغرض منها فقط حاجة واحدة حاجة واحدة فقط افقاد النادي الاهلي ولاعب النادي الاهلي تركيزهم قبل ساعات من مباراة الزمالك ان شاء الله اشتركوا في القناة